من جانبه أكد المقدم طبيب منافل قحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو الفريق الوطني الطبي لتصدي لفيروس كورونا أن البحرين كانت من أوائل الدول التي تقدمت بطلب التطعيمات من الشركات المنتجة لها وفق ما هو مخطط له ضمن الحملة الوطنية للتطعيم تعتبر البحرين من أعلى معدلات دول العالم من حيث توفر اللقاحات وتقديمها للمقيمين والمواطنين بشكل مجاني وبآلية منتظمة عدد الحاصلين على التطعيم إلى الآن فاق 56 ألف من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين بآلية سلسة ومنظمة والكل يشهد على اللي يخذ التطعيم مدى الجهد اللي قام فيه الفريق من جميع القطاعات سواء كان الطبي أو كانت الإعلامية كيفية تنظيم هذا النوع من تقديم لقاح لكافة المواطنين والمقيمين بآلية سلسة ومارينة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر